اختتم مصرف ليبيا المركزي وصندوق النقد الدولي لاجتماعات الممهدة لمشاورات المادة الرابعة التي انطلقت هذه السنة بعد توقوفها لمدة عقد من الزمن في وقت ما زالت فيها أزمة الدينار قائمة التقرير التالي يوضح التفاصيل بعد تسعة أشهر من انطلاقها اختتم مصرف ليبيا المركزي اجتماعات مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي تمهيداً لنعقادها في إبريل القادم بمشاركة فارق بعثة خبراء الصندوق والمكتب التنفيذي ودوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط وممثل وزارات المالية والتخطيط والاقتصاد والتجارة والعمل والتأهيل ومصلحة الأحصاء والتعداد المشاورات الليبية مع الصندوق التي عادت من جديد في مارس الماضي بعد انقطاعاً لعشر سنوات كانت فرصة للتأكيد على حرس المركزي وكافة مؤسسات الدولة المعنية على مواصلة العمل والتنسيق مع كافة الشركاء الاستراتيجيين وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي بهدف الارتقاء بالسياسات النقدية والاقتصادية والمالية للدولة وضمان التزامها بأفضل الممارسات والمعايير الدولية وفق تصريح محافظ المصرف الصديق الكبير من جهته أشاد الصندوق بتطوير المركز لإجراءاته الرقابية ومنصات معلوماته للحد من المخاطر المصرفية وتعزيزه لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونجاحه في المحافظة على الاستدامة المالية مشيداً برؤية المصرف بضرورة تنويع مصادر الدخل وضبط وترشيد الإنفاق العام وإجراء إصلاحات في مجال دعم المحروقات لكن الجدير بالذكر أن الاجتماعات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي تزامنت مع أزمة يعيش على وقع الشارع الليبي بسبب تراجع سعر صرف الدنار مقابل الدولار أزمة اعتبرها وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج أمراً عارثاً بدليل احتفاظ ليبيا باحتياطات نقد أجنبي تتجاوز 82 مليار دولار إلى جانب الإخلالات التي جاء على ذكرها تقرير ديوان المحاسبة ما يدل وفق خبراء على عدم تعافي للاقتصاد الليبي بالكامل ما يؤثر بدورها على الشارع الليبي الذي يأمل بتعافي سريعاً للدنار